نشرة اخبارية موجزة من قناة المكلة أهلا بكم شهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي جانبا من الحفل الذي أقامته سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لافتتاح أول بعثة دبلماسية أمريكية بمدينة تاعز في العام 1959 وطاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمعرض الصور التذكارية الذي توثق مرحلة هامة من العلاقات الدبلماسية بين البلدين حيث رحب سفير الولايات المتحدة ستيفن فاجن برئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة أكد فيها التزام بلده بالوقوف إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية وتحقيق تطلعاته في السلام والاستقرار عبر عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة داعيا الميليشيات الحوثية إلى إثبات جهزيتها للانخراط بإخلاص في المفاوضات وإنهاء اعتداءاتها على الصادرات النفطية وأشدد سفير الأمريكي على ضرورة أن يتضمن الإنهاء العادل الصراع الحرية لموظفي السفارة الأمريكية في صنعان البالغ عددهم 11 موظفا حاليا وسابقا وتعتقلهم الميليشيات منذ أكثر من 15 شهرا دون سبب في المكلة تفقد محافظ حضر موت مبخوت من ماضي عددا من مشاريع الطرق الجاري العمل فيها حاليا لتحسين مدينة المكلة وتطوير بنيتها التحتية في قطاع الطرق حيث تفقد المحافظ الأعمال في جولة شبام وتحسين جولة جامعي الشهداء بحي كتوبر واطلع المحافظ على سير العمل في تمهيد وشق طرق الغويزي جولة الشفاء بمسارين مع الأكتاف بطول أربعة كيلو ونصف كما اطلع على جهود استكمال خط ربوة خلف الغويزي وإنجاز الجزء الأخير من العقبة باتجاه ربوة خلف وسير العمل في إنجاز العبارة والردم وسفلتت أسفل العقبة تفقد محافظ حضر موت مبخوت بالماضي المساحات والمواقع المخصصة للبنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة بمدينة المكلة حيث اطلع المحافظ على المساحات والموقعين الخاصين بمشروعي المدينة الرياضية بمنطقة فلك الخط البحري والمدينة الأولمبية بمنطقة فلك الجهة الجبلية الخط الدائري وأكد المحافظ اهتمام السلطة المحلية بقطاع الشباب والرياضة والحرص على تأسيس البنية التحتية لهذه القطاع الحيوي بهدف إبراز مواهب الشباب في مختلف الألعاب وتأسيس المنشآت والملاعب الخاصة بذلك افتتح محافظ حضر موت بالمكلة المرحلة الأولى للمشروع الاستثماري لنادي شباب روكب الرياضي الثقافي الاجتماعي وتشمل المرحلة الأولى للمشروع إنشاء ثلاث ملاعب معشبة إحداها ملعب قانوني فيما يشمل المرحلة الثانية إنشاء صالة للأفراح ومحلات تجارية وصالات للتزلج وبناء الأجسام وطاف المحافظ بأرجاء المنشآة متعرفا على مكوناتها ومكونات ملعب كرة القدم القانوني الذي يشمل مدرجات تتسع لألفين وخمسمائة متفرج مزودا بأعمدة إنارة ومقصورة وشمل مهرجان الافتتاح مباراة استعراضية جمعت فريق نادي شباب روكب ونجوم حضر موت وفقرات متنوعة ومعزوفات إبداعية وعروضات فنية نظم المعهد الديمقراطي الأمريكي NDI بالمكلة الجلسة الثانية للحوار المجتمعي المنعقد لتحديد أهم النزاعات وأسبابها وأشارك في الجلسة الحوارية الثانية أربعين مشاركا ومشاركة متناولين أبرز القضايا التي اخترت بعد الإطلاع على الخلفية التاريخية للقضية وعواملها الرئيسية وأصحاب المصلحة في إطار المجتمع المحلي للعمل عليها ضمن خطط البرنامج واختار المشاركون قضيتين متمثلتين في الإبتزاز الأكتروني وقضية تخفيف حدة النزاعات بين السكان المحليين والمهمشين والنازحين بمدينة المكلة في المهراء اطلع محافظ المحافظة محمد علي ياسر على نشاط إدارتي تنمية المرأة بمدريتي الغيضة وسيحوت واستمع المحافظ خلال لقائه إدارتي تنمية المرأة بالغيضة وسيحوت إلى التقرير الختامي للإدارتين للعمل منصر الذي احتوى على جملة من الأنشطة التي نفدتها الإدارتين وجملة من الصعوبات التي تواجهها خلال خطة عملهم خلال العمل الجاري مؤكدا حرص السلطة المحلية ودعمها لقطاع المرأة في مختلف المجالات بدأت عمليات شق الشوارع والمداخل بشارع الأربعين لوحدة جوار 231 لمنطقة شحوح بمدينة الغيضة في محافظة المهرة وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي أن عمليات شق وحدات الجوار جاءت بهدف تفادي البناء العشوائي على الشوارع العامة والفرعية والحفاظ عليها من الاعتداءات محذرا المواطنين من البناء إلا بموجب الطرق الرسمية والتراخيص المصرحة من مكتب الأراضي ومكتب الأشغال منوها إلى أن المكتب سيقوم بإزالة أي اعتداءات أو انتهاكات على الشوارع والحجوزات الحكومية أشاد القائم بأعمال محافظة شبوى الوكيل علي الكندي بمستوى الإنجاز في مشروع أول ثانوية مستقلة للبنات بعاصمة المحافظة مدينة عتق وأكد الكندي خلال زيارته التفقدية للمشروع على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة أعلى لاستكماله في الوقت المحدد وضمان تهيئة المدرسة وتجهيزها للعام الدراسي الجديد لافتا بأهميتها في تخفيف الضغط على المدارس الثانوية والأساسية المشتركة للبنات بالمدينة حيث أشارت الجهات المنفدة للمشروع أن نسبة الإنجاز تجاوزت الثمانون بالمئة ختام هذه النشر الموجزة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة